موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احلى واجمل مشاهدين في الدنيا مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا النهاردة يا حبايب قلبي جايبها لكم برشام معجزة برشام ده واتعان تجربة شخصية يعني صراحة فرق جدا جدا في حياتي عايز اقول لي تعتبقي زي فراشة كده كلك طاقة وحيوية حلو جدا 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 اه فوائد يعني ما قولكيش مذهلة بس هقولك اعملي لايك بقى وعشان اقولك الفوائد بتاعته ولو عندك حد حبيبك يعمليه له تاج على الفيديو دوت عشان يشوفه ويفيده جدا وما تنسيش تشتركي في القناة لو انت مش مشتركه واتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد البرشام اللي معنا النهاردة حبيبي دوت يحتبر صيدلية متكملة بيعالج امراض كتير جدا 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 اول حاجة بيعملها البرشام اللي وسعره مش غالي زي ما ايلكوا كده البرشام هتوقف لها في حدود جنو نص الحاجات اللي بيعالجها البرشام اللي معي النهاردة ده حباب قلبي اول حاجة انه بيزبط الضغط والسكر الناس اللي بتسيب السكر بتاعها هيوصل لربعمية وكمسومية وحاجات ثلاثية بعد البرشام دوت وملوش اي اثار جانبية نهائي بعد البرشام دوت لما هتخذيه هيزبط لك السكر وهيزبط لك الضغط برشام ده حلو جدا علشان فيه مضادات اكسادة واول لما اقول لك مضادات اكسادة تروح انطلع ايديك كده وتعدي الحاجات اللي بتعملها الحاجات اللي فيها مضادات الاكسادة مضادات اكسادة يعني يا حبيب تقلبي مهم جدا جدا للشعر كل مشاكل الشعر من تأصف من هيشان كل دوت بيعالجها عشان هو فيه مضادات اكسادة ندبات عندك اي حاجة في بشرتك يبقى البرشام دوت هيفيدك جدا الناس اللي عندها علامات شيخوخة الناس اللي عايزة وشها يبان صغير كده زي ليلة علوة ونرمين الفئي والناس الامر دول عليكو على البرشام دوت بيقلل او بياخر علامات الشيخوخة لان فيه مضادات اكسادة كتير جدا البرشام ده حبيبة قلبي مهم جدا جدا للناس اللي عاوزة تخس ليه لانه بيعلي الحرق فتلامة طالما بيعلي الحرق ما يا دوت هيقدم معانا الى التخسيص برضو هيخلي شكل جسمنا حلوة قوي. طب ايه البرشام ده يا رجل شوقتين عايزين اننا عارفوا البرشام ده يا حبيبة قلبي هو هو ده شكله وده شكل البطرمان بتاعه. البرشام دوت موجود في الصيدلية بسبعة وعشرين جنيه وهو عبارة عن خمسين ارس. فيه تركيز اقل منه شوية اسمه برضو بس مش بلص تمام? هتلاقيه تمانين ارس بخمسة وعشرين جنيه. يعني البرشام هتبقى وقفة معاك بحدود جنيه وربع او جنيه ونص تقريبا. فيه ده او ده انا صراحة بفضل شخصيا بستعمل اللوات ده لانه بيبقى التركيز بتاعه اعلى. البرشام دوت يا عايز اقول لك يعني دي فوائد ملهاش يعني مش عارف اقول لك صراحة فوائد وايه ملهاش حسرة الصراحة. لاني عايز اقول لك انه هو مهم جدا في الايام اللي احنا فيها دي لانه بيكون مناع. فطبعا حلو جدا عجل الناس اللي عاوزة تكو منعتها عشان الكورونا. اللي برضو تكو منعتك عشان الامراض السرطانية اللي هي بعيد عن نقوة وانتاشرت جدا اليومين دول. بالناس بتاخده برضو عشان تقي نفسها من السرطانات لاني بقول لك بيكون مناعة كويس اوي. فبيراشا ما ناخد توم عادي وخلاص يعني. التوم العادي لو انت خدتيه هيعملك حرقان جامد جدا في المعدة. خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في المعدة زي حالاتي. لكن لما تاخدي فما مش هيعملك اي مشاكل في المعدة هيبقى حلو جدا معاك. علاوة ان التوم العادي لما تاخديه هيعملك ريحة وحشة هيعملك هيجان للقولون. دوت مفيش الكلام ده خالص. فحلو جدا لو انت يعني انا بحبز يعني في حاجات مسلا زي الشاي اللي اخدر بنشمل. وانا لا بقول لما انت تشرب شاي اخدر الازم انك انت تقديه مسلا في كابسولات. لكن دوت صراحة الكابسولات بتاعته فرقت معايا جامد جدا. وانا شايفاها ان هي احسن الف مرة من انا اخدتهم كده لوحده حي. والمفعول اسرع انا جربت ده الصراحة وجربت ده. مفعوله اسرع جدا. خصوصا في التخسيس. يعني انت جربيت كده شهر وقل لي لي هتلاقيك انزلت رقم محترم على الميزان. الفوية بتاعته التاني ان هو حلو جدا يا جماعة للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي. وبرضه طبعا مشاكل الجهاز في التنفسي في ناس عندها رب وده برضو حلو لهم. الناس لكل شوية جيلها برد على طول. وبخصوصا في الشداء. لما انت تقوى مناحتك مش هيجيلك على طول برضو برد. بيحمي القلب. بيقوى الشرايين. بيشيل الدهون السلاسية. الناس اللي عندها مشاكل في القلب وشرايين مزدودة والكلام دوت دحلوا جدا يا جماعة علشان خاطر بيقوي زي ما احنا قلنا القلب وبيشيل الدهون السلاسية وبيقلل الكوليسترول. طبعا احنا عارفين ان احنا قلل الكوليسترول هيسمح في كبدو هيسمح في حاجات تانية في الجسم. يبقى احنا زي ما قلنا بيقانر الكوليسترول وطبعا تقليل الكوليسترول ده هيسمح في حاجات تانية في بقية جسمك. البرشان ده انا بنصحكم به صراحة تحفى. يعني نادرا ما بنصح حد البرشان بس الصراحة ده يستحق التجربة. طب ايه طريقته او هنقته ازاي? بتغضي قرصين او تلت قراص قبل الفطار بنص ساعة. بتغضيهم على معدة فاضحة. قبل فطار بنص ساعة قدي منه قرصين او تلاتة مفيش منه على فكرة اي ضرر. اه ممكن الاطفال يقضوا منه عادي لو انت عندك اطفال اديهم مسلا قرص ارس واحد يوم او يوم لأ مفيش منه اي ضرر. اه الضرر بس بتاعه لو انت ضغط قواطي. لان هو بيزي ما قلتلك في اول الفيديو ان هو بيقلل بيزبط الضغط. فلو انت ضغط قواطي مش محبز انك انت تغدي منه. لو انت عندك نزيف برضو ما تغديش منه. لان هو بيعمل زي سيولة. فانت لو انت حتى بتغدي ادوية تجلط او حاجات سيولة. يعني تخلي فيه وقت او ساحتين تلاتة ما بين البرشام دوت وما بين دوت السيولة اللي انت بتغديه. انصحكم بجد تجربوه لان زي ما قلتلك تخسيس هتخسي جمال بشرتك. جمال شعرك. اه هيكولك مناحتك. حلو جدا هيكولك مناحتك. هيكولك طبعا زي ما قلتلك سرطان وكورونا. فحلوة قوي يا ريت يا جماعة تجربوا البرشام ده هيفيدكو كتير مكمل فزاق حلو جدا وكوي وسعر ورخيص جدا في متناول الجميع. يا رب اكون ادرت افيدكو في الفيديو دوت. ما تنسوناش يا جماعة باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.